للأشخاص المصابون بمشاكل في الكلي أو ارتفاع نسبة الفوريكوسيد في الجسم عليهم الاهتمام بقياس نسبة الكرياتينين في الدم لأن ارتفاع نسبته تعد من الأمور المسببة للتعارض للفشل الكلوي في حالة عدم السيطرة عليين هذا الأمر لذا يقدم التقرير موقع ودن العديد من النصائح الصحيات التي يجب القيام بها لتقليل نسبة ارتفاع الكرياتينين في الدم ومنها واحد قلل من تناول الأطعمة الغنيات بالبرواتين لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة الكرياتينين بإلى دم ولذا فتزيد من فرص التعارض للعديد من المشاكل الصحيات علي الكلي ولذا قلل قدر المستطاع من تناول اللحوم والبيض والبقوليات اثنان ضرورة الاكثار من تناول الألياف الغذائية لأنها من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الكرياتينين في الدم وتقلل من التعارض لأي مضاعفات صحيات لمرضي الكلي ولذا اكثر من تناول الخضروات والفواكه ثلاثة اكثر من تناول السوائل وخاصة الماء فهي من الحيل الجيدة والطبيعيات التي تساهم في تنظيم نسبة الكرياتينين في الدم فتجنب إبقاء الجسم يعاني من الجفاف يعد من الحيل التي تقلل التعارض لأي مشاكل في الكلي أربعة من أهم النصائح تقليل الأملاح في الطعام فارتفاع نسبة الملح في الطعام تعد من الحيل التي تتسبب في التعارض لارتفاع نسبة ضغط الدم وهذا الأمر يؤثر سلبا عليهم صحة الكلي وأيضا من أسباب ارتفاع الكرياتينين في الدم خمسة عدم تناول مكملات الكرياتينين التي تسهم في تقوية العضلات إلى تحت إشراف التبري لتحديد الجرعة المناسبة ستعدم الإفراط في تناول الأدوية المسكنة لأنها تسبب في ارتفاع نسبة الكرياتينين وبالتالي الأضرار بصحة الكلا سبعة يعد التدخين من مسببات ارتفاع نسبة الكرياتينين في الدم ولذلك فإن الإقلاع عنه يسهم في خفض مستوياته وكذلك الإقلاع عن تناول المشروبات الكحولية القرفة والشاء الأخضر أفضل المشروبات لتقليل الكرياتينين في الجسم وهناك بعض العلاجات الطبيعية تتساعد على تقليل نسبة الكرياتينين في الدم ومنها واحد شاي البابونج في دراسة نشرت فمجلة الزراعة المواد الكيميائيات للأخضرية وجدت أن هناك علاقة قوية بين انخفاض مستويات الكرياتينين وتناول شاء البابونج اثنان القرفة القرفة تساعد بشكل كبير على إدارة البول كما أن لها تأثير قوى على تقليل مستويات الكرياتينين في الجسم وتسين وظائف الكل وتعزيز قدرة الترشيح الكل كما أنها يساعد على تنظيم مستويات السكريفة الدم وبالتالي منع حدوث أضرر كروة ثلاثة الشاي الأخضر غني بالمواد المضادة للأكسودة المفيدة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم كما أنه ينظم مستوى الكرياتينين في الجسم أربع شرب الماء الجفاف هو واحد من الأسباب الرئيسيات لزيادة مستويات الكرياتينين لذلك ينصح الأطباء بالأكثير من تناول كميه المياه التي يتم تناولها بشكل يومي اشتركوا في القناة